ما إن وصلت إدارة بايدن إلى حكم البيت الأبيض حتى وضعت التصدي للغول الصيني أولوية لها وعليه بدأت تغير من استراتيجيتها في الشرق الأوسط فكان الملف النووي الإيراني في قائمة اهتماماتها لم ترق لبايدن طريقة سلفه ترامب في التعاطي مع هذا الملف وبدأ بحراك مكثف لإعادة الاتفاق النووي برؤية محدثة عن رؤية أوباما فواشنطن تريد ضمانات إيرانية حقيقية للبدء برفع العقوبات عن طهران وأعلنت صراحة استعدادها لرفع العقوبات بشكل جزئي يسمح لإيران بالدخول في مفاوضات نووي إدارة بايدن تعلم أن المهمة لن تكون سهلة وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات النووية الإيرانية ستكون صعبة لعدة أسباب منها الافتقار إلى الثقة بين طهران وواشنطن كما لا يخفى على إدارة بايدن حجم الضغوطات التي تتعرض لها من النواب الجمهوريين الذين حذروا من استغلال إيران لرفع العقوبات والتفرغ لإكمال مشروعها التوسعي ومواصلة أنشطتها التخريبية العائق الأكبر أمام إدارة بايدن هو الرفض الإسرائيلي القطعي لأي مفاوضات مع إيران حيث حذر بنيامي نتنياهو من أن تل أبيب غير ملزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي وأنها ستتصرف مع إيران وفق سياستها الخاصة وبالجملة فإن إدارة بايدن تتجه إلى إعادة الاتفاق النووي في ظل ضغوطات وعقبات تواجهها ما يعني أن النمط الذي تريده إيران لن يكون سهل المنال وخصوصا فيما يتعلق بسياستها الإقليمية التي تضر بمصالح حلفاء أمريكا في المنطقة اشتركوا في القناة